برزت المحافظات الجنوبية مشاهدين في العراق إلى واجهة المشهد السياسي خلال المظاهرات التي سبقت انطلاق ثورة تشرين وما بعدها حيث انطلقت العديد من المسيرات في محافظات البصرة وذيقار وميسان منذ عام 2018 واستمرت خلال مظاهرات ثورة تشرين ورفع المتظاهرون وقتها شعرات صريحة وواضحة لأول مرة ضد التواغل الإيراني في تلك المحافظات محتجين على سوء الأوضاع المعيشية في محافظات قالوا أنها تعتبر الأغنى بالنفط في العراق إلى أنها الأفكار اقتصاديا متهمين إيران باستغلال هذه المحافظات لأهدافها السياسية ولطالما كانت المحافظات الجنوبية تعتبر حاضنة للميليشيات الموالية للإيران ومركزا مهما لها بسبب قربها جغرافيا من الحدود الإيرانية وبسبب ضمها لأغلبية شيعية كانت تعتبر المستفيدة الأكبر من إضعاف السنة لصالح حكومة موالية لإيران كما أن المظاهرات انتقلت من هناك إلى محافظات الفرات الأوسط مثل النجف وبابل وكربلاء التي شهدت احتجاجات هي الأعنف في مظاهرات تشرين كما نرى حيث شهدت كربلاء أحراقا للقنصلية الإيرانية مرتين خلال الثورة فلنشاهد يلا أبويا للساحة للساحة يا ولي انتصرت عني يا أبو ساعة فيما شهدت البصرة هي الأخرى إحراقا لمقار ميليشياتي لقنصلية إيران لقنصلية إيران عام 2018 في إشارة إلى خروج سكان المحافظات عن العباء الإيرانية وتصدرت محافظات الجنوب لائحة المحافظات الأكثر فقرا حيث جاءت محافظة المثنى في المرتبة الأولى تلتها الديوانية واحتلت ميسان المرتبة الثالثة من حيث معدل الفقر تلتها محافظة ذيقار في المركز الرابع مع العلم هنا أن أكثر الاختيالات التي طالت لقنصلية إيراني كانت في جنوب العراق وتشكل أزمة الكهرباء كما نعلم في المحافظات الجنوبية منطلق الاحتجاجات حيث تعاني المحافظات من انقطاع للكهرباء لمدة طويلة وصلت إلى عشرين ساعة في اليوم حيث فشلت وزارات الطاقة المتعاقبة على حل أزمة الكهرباء والتي تدخل إيران طرفا في إدارتها خاصة بعد قطعها إمدادات الكهرباء في عام 2018 بنحو ألف ميجاوات يوميا ما زاد من الأزمة فيها